سيسي من زمان ممسكش الحديدة وطلع يضحفنا بتصريحات وارتجال وكلام من القلب الحية وانتو عارفيني سيسي لما بيتكلم من القلب كلامه دايما بيوصل للقلب بسرعة يعني وبيوصل لنا هنا في اخر كلام وبنطلع نعلق عليه على مدار اليوم سيسي النهاردة في مجموعة من التصريحات كان في تصريحات كتير مغلوطة ارقام كتير غلط قالها تفاصيل ادعى فيها البطولة وكلام زي كده لكن للأسف الواقع بيقول غير كده تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة زي ما تعودتم معنا في اخر كلام السيسي بيقول ايه والحقيقة بتقول ايه بعيدا عن الترياءة والسخرية واي حاجة لا خلونا نتكلم بجد شوية ارقام شوية معلومات ونشوف هل الراجل النهاردة كان بيقول كلام صح هل السيسي مرة من هنا زي ما هم عايزين يقولوا ولا زي ما قلنا في مقدمة الحلقة خلنينا نبدأ بيعا بفتاح السيسي وهو بيشرح لنا الازمة اللي مصر عيشاها بقالها تلات سنين نتابع طيب طب احنا في ازمة دلوقتي اه بقنا تلات سنين طبعا بدأت بموضوع اه كورونا وده طبعا كان ليه تأسير كبير جدا على العالم وعلينا لكن المهم احنا موقفناش احنا في مصر موقفناش طب جات الازمة الروسية وكان ليه تأسير كبير علينا وعلى اقتصاد العالمي اه يمكن تكون بطايتنا شوية يمكن تكون بطايتنا شوية يمكن تكون غلت الاسهر غلت ايه اه وغلتها كتير اه طبعا بس انا عايز اقول لك على حاجة طيب اه يعني هو الراجل بيقول ان في ازمة بقالها تلات سنين طبعا انا عايز اقول لكو على حاجة هيبدأ يتكلم على التبريرات هنجيلها كمان شوية لكن هو بقول لك في ازمة برقت بكورونا وبعدين بالحرب الروسية الاوكرانية واحنا ام يعني موقفناش طيب عملت يا فخامة الرئيس هي غلت الاسعار شوية اه طبعا غلت الاسعار ايه شوية بس انتو بقى زدتو في التعداد السكاني هيجي بعد كده لكن انا عايز اتوقف عند نقطة بس طيب في ازمة عالمية يا فخامتك اه الازمة دي طالت العالم كله زي ما انت بتقول تمام جدا طيب لما حصلت الازمة دي مثلا هنا ببريطانيا حصل ايه حصل ان هم غيروا الحكومة مش كده اه رحل بوريس جونسون وبعدين اه جات ليسترس وبعدين ليسترس قعدت كم يوم قعدت خمسة واربعين يوم مش كده وبعدين اه رحلت هي وزير المالية بتاعها ليه لانه اه هما ما وقفوش هما ما كانوش واقفين الحقيقة سيادة الرئيس هما ما كانوش واقفين خالص هما كانوا بيشتغلوا بس بيشتغلوا غلط زي كده هما كانوا فاشلين زي كده هما كانوا متخلفين سياسيا واقتصاديا زي كده هم كانوا مش فاهمين يعني ايه السياسة في بريطانيا ولا الاقتصاد في بريطانيا زيك كده ما انت مش فاهم في مصر اي حاج اخدوا قرارات غلط زيك كده بالزبط الازمة كانت اكبر منهم زي ما هي اكبر منك الاسعار برأت تزيد زي ما زادت عندك حصلت مشكلة زي المشكلة اللي عندك فايه اللي حصل فرحلوا ما طلعتش الاستراس قالت لهم اصل انتو خلفتو كتير التلات سنين اللي فاتوا يا جماعة اصل انتو نسبة الموليد زادت يا جماعة اصل انا قلت نصح الساعة خمسة الصبح ان اشتغل اتناشر ساعة فانا اللي صحيت وانتو نمتو يا جماعة قالوا لها يلا الباب اللي يودي سكة اللي يروح ما تورناش وشك تاني قضي عليها سياسيا ولن تظهر مرة اخرى الاستراس افشل رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا فالقصة يا سيارة المشير ان انت بتكلمني في الازمة العالمية وبعدين بتقولي الاسعار زادت بس احنا ما قفناش ايوه عملت ايه بقى انتو خلفتو كتير يا بي انا مش عايز احنا عملنا ايه انت عملت ايه لا ما الدولة ما وقفتش ايوه اتصرفت ازاي انتو خلفتو كتير طب الناس اللي كان عندها الازمة العالمية دي عملوا ايه رحلوا بس انت ما رحلتش ايوه بس احنا ما وقفناش فهو منين بيودي على فيني عم فتاح يعني بامانة انت لما تيجي تستحضرلي الحرب الروسية الاوكرانية وتقولي ازمة طاقة عالمية ماهنا بص حواليا وانا قلتلك قبل كده انت والله من حظك السيء ان العبد لله موجود في المكان ده ومن حظك السيء ان العبد لله بيعيش في وسط الناس اللي انت بتتكلم عنه وبالتالي اصبح الجمهور المصري في مصر او في اي مكان اللي بيتابع اسامة وبيتابع اخر كلام عارف كويس انه هيجي الساعة سبعة بتوقيت القاهرة اسامة هيقوله بريطانيا بيحصل فيها كذا خلي بالك اللي بيقوله في الاعلام ده غلط لانه المقارنة دي بتقول كذا والرقم ده بيقول كذا والصحيفة دي بتقول كذا والتقريد ده بيقول كذا وما بقى عزارة الخارجية البريطانية بيقول كذا يا كدبين يا أفقين فقصة انك تطلع تضحك على الناس وكأنك عايش في سبعة وستين ده مش موجود من اتنشر ستة الفين اتنين وعشرين من ساعة ما بقيت موجود في المكان ده فالمشكلة عندك ان ان انت بتطلع تتكلم على ان الناس مش عارفة لا الناس هتفتح تتفرج زي ما بتفرج عليها دلوقتي واتعرف انك كداب لان لما حصلت ازمة بريطانيا رئيسة الحكومة مشت مش موجودة ليه لانها لم تتحمل الازمة وفاشلت في ادارة الازمة واتخذت قرارات اقتصادية خاطئة وبالتالي رحلت غير مأسوف عليها فده عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم على التلات سنين اللي اللي فاتوا